ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتوم التسليم أما بعده الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات ممن تحف الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قموا مغفرا لكم أما ذلك على الله تعالى بي عزيز أيها الإخوة والأخوات كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول الطهارة وأحكامها وما يتعلق بكيفية الصلاة وكيفية التحضر للصلاة والأشياء المحرمة على المحدث وغير ذلك بقي معنا في الحقيقة الكلام على الوضوء نفسه وعلى كيفية الوضوء لكن قبل أن نتكلم عن الوضوء سوف نتكلم عن آداب قضاء الحاجة التي ينبغي أن الإنسان ينضبط بها ليكون وضوءه على السنة وليكون أيضا قضاء حاجته على السنة طبعا هذا الدين العظيم لم يترك شيئا إلا دلنا عليه ولم يترك شرا إلا حذرنا منه والنبي عليه الصلاة والسلام قد علم أصحابه كل شيء كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن يهوديا سأله قال له يا سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى كيف تقضي حاجتك علمكم نبيكم ذلك قال له سلمان نعم علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا أن يدخل الخلاء أن يدخل بيسار وأن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها ونهانا أن نستنجي برجيع ولا عظم إلى غير ذلك إذن هذا الدين ما ترك الإنسان هكذا والله عز وجل أكرم المر ولم يكن الإنسان كالحيوان الآن الحيوان إذا أراد أن يقضي حاجتها يعني قضاها في أي مكان وليلتفت إلى هذا أما هذا الدين فلا بل إنك إذا تأملت وجدت حقيقة يا إخواني أنا لما أتأمل تجد في الواقع أن بعض الحيوانات أحيانا ألطف من بعض الأوادن في قضاء الحاجة الآن الآدميون مثلا السنة عند قضاء الحاجة ألا يقضيها الإنسان والناس ينظرون إليه مثلا ألا يقضيها في الطريق يعني ما يجوز الإنسان يقضي حاجتها في الطريق مثلا ومع ذلك في ناس يأتي ويقضيها في الطريق أو يقضيها أحيانا تحت شجرة مثمرة أو تحت ظل النافع ويقضيها أحيانا أو أحيانا تجد نفسك ماشي بالسيارة وتجد واحد واقف بسيارته وجالس يقضي حاجته طبعا هذا فعل مقزز يجمع حتى بعض الحيوانات ما تفعل ذلك الآن الهر الهر إذا أراد أن يقضي حاجته أراد أن يتغوط أتى إلى مكان وحفر ثم تغوط ثم دفنه تتمنى أحيانا بعض الناس أن يكون أدبهم في قضاء الحاجة ولو على الأقل في أدب هذا الهر قضاء الحاجة في الحقيقة هي طول ولعل يتكلم حول ما يتعلق بكيفية قضاء الحاجة السنة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخلاء ما الذي يجب عليك عند الخروج منه ما الذي يجب عليك أما قضاء الحاجة فهو نعمة من الله عز وجل أنعم بها على عباده يقول صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن الذكر الذي يقال بعد الطعام قال من السنة أن يقول بعد الطعام الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا وذكر أن أحد العلماء دخل مرة على أحد الخلفاء أول ما دخل على هذا الخليفة أقبل هذا العالم يتحدث مع هذا الخليفة ثم قال هذا العالم يا أيها الخليفة ما مثل ملكك عندك قال ملكي هذا أعظم عندي من كل شيء قال طيب أرأيت شربة هذا الماء لو أنك منعت من شربها إلا أن تشتريها بنصف ملكك هل توافق؟ قال يعني لا يمكن أن أشربها أبدا إلا إذا دفعت نصف ملكك قال نعم لا يمكن أن يسمح لك بشربها إلا إذا دفعت نصف ملكك هل توافق؟ قالي والله أوافق على ذلك فقال له هذا العالم طيب لو أنك شربتها ثم منعت من إخراجها وقيل لك لا يمكن أن تخرج منك هذه الشربة التي شربتها تحتبس في بطنك لا يمكن يخرج إلا بنصف ملكك الآخر توافق أم لا؟ فكر الخليفة قليلا ثم قال نعم والله يا أخي أوافق فقال له إذن اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء اتق الله في ملك لا يساوي عندك شربة ماء ويا إخوان ترى يعني دخول الطعام وخروجه نعمة من الله عز وجل الآن يا جماعة فيه ناس لا يأكل الطعام إلا بالأنابيب يخرج يضعون له مشلول في المستشفى عند شلال رباعي يضعون له أنبوب ويجعلون الطعام يدخلوا إليه ثم لا يخرجوا منه هذا الطعام إلا بالكبس يأخذون ليس عنده عضلات تدفع ولا عنده شلل ويبدأون يكبسون عليه حتى يخرجوا هذا الطعام منه بل يحدثني أحد الأخوة مرة من المرات يقول أنه ذهبي لأحد المستشفيات يقول مررت بأحد الممرات قال فأثناء مروري بهذا الممر التفت فإذا في إحدى الغرف يعني رجل يصيح بأعلى صوته يعني يصرخ دخلت إليه فإذا عنده ممرض وهذا الرجل المسكين مشلول في المستشفى ولا يتحرك إلا وجهه ويعصر على شفتيه يقول فقلت المرض اتق الله عالجه أو أعطه دواء أو مسكنا فالتفت الممرض إليه ثم قال لا هذا لا يمكن أن نعطيه شيئا قلت لماذا يعني ما يتحمل طب قال بلى لكن هذا دائما هذا حاله قلت لماذا فقال ممرض هذا المريض عنده شلل رباعي وعنده تلف في الأمعاء وبعد كل وجبة غداء أو عشاء أو إفطار لأجل أن يهضم الطعام يحتاج لهذه الآلام ساعتين أو ثلاث فقلت له طيب يا أخي لا تعطوه يعني طعاما دسما أعطوه يعني مثلا مرق أو أعطوه مثلا خضار مهروسة أو يعني شيء لين يقول فالتفت ليه الممرض ثم قال إيش نعطيه خضار مهروسة ونعطيه بالله عليك تدري ماذا أعطيناه قلت ماذا أعطيتمه قال والله ما دخل إلى بطنه إلا كأس حليب فقط دخل عبر هذا الأنبوب الموصل يقول فنظرت فإذا فعلا فيه أنبوب موصل إلى فمه أو موصل إلى أنفه يقول كأس حليب فقط هذا إفطار الصباح ثم إفطار الظهر ثم الألمساء يقول وكل هذه الآلام لأجل أن يهضم هذا الكأس من الحليب إذن أيها الأخوة نحن إذا تأملنا في هذا علمنا أن مجرد دخول الطعام إلى البطن وأن خروجه منه نعمة من الله تعالى ينبغي أن يحمد العبد ربه عز وجل عليها تخيل لو أنك أكلت الطعام ثم لم يخرج بل بعض الناس الآن يا جماعة الذين عندهم يعني مشكلة الإمساك أحيانا في البطن فيأكل والطعام لا يخرج يأكل والطعام لا يخرج يصاب بضيق شديد يذهب يأخذ من الطبيب مساهلا أو يعمل لغسيل معدى أهم شيء أن يخرج ما يتحمل بقاء في بطنه فكون الإنسان يا جماعة يأكل ثم يحضر قضاء الحاجة فيدخل إلى المستراح لذلك يسمون الحمام بيت الراحة يعني العنم السابق والأدبة بيت الراحة وفعلا يخرج وهو مرتاح هذه نعمة يا جماعة لا بد أن الإنسان فعلا يستشعر أنه يشكر ربه جل وعلا عليها لعل أن أقف معكم الآن وقوفا سريعا حول ما يتعلق ببعض الآداب الشرعية التي تتعلق بدخول الخلاء والخروج منه ماذا يقول عند دخول الخلاء ماذا يقول الخروج منه لعل الإنسان يا جماعة إذا أراد أن يقضي حاجة أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية في ذلك أول شيء إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الخلاء ينبغي أن إذا كان في فضاء يعني إذا كان في بر ينبغي أن يستتر عن الناس ولا يأتي هكذا يقضي حاجة في أي مكان لا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجته فعلى شيئين أبعد واستتر طيب ما يكفي البعد فقط أو ما يكفي الاستتار فقط لا لا بد أن يتحقق فيه أنه يبعد وأنه يستتر طيب أعطيكم مثالا كيف قد يبعد ولا يستتر أو قد يستتر ولا يبعد أعطيكم مثالا على ذلك نفرض أن شخصا من الناس فرضا كان مع مجموعة من أصحابه في البر جالسين نحن قلنا لا بد عند قضاء الحاجة شيئين أبعد واستتر نفرض أنه جالس مع أصحابه مثلا في فيبر أو شاي وقهوة ثم حضره قضاء الحاجة أراد مثلا أن يعني يتغوط أو يتبول فالسنة إذا أراد أن يذهب من عندهم أن يبعد وأن يستتر صاحبنا هذا أبعد لكنه ما استتر يرون عورة من بعيد هل هذا يجوز؟ لا ما يجوز طيب لو أنه استتر دون أن يبعد جلس هكذا هم جالسون واختبأ وراء الخيمة أو وراء أقرب سيارة وتغوط سوف يصيبهم من أذى قد يسمعون صوتا أو يجدون ريحا أحيانا فهذا خلاف السنة السنة أن يبعد تماما وأن يستدر طيب يا جماعة لو أبعد لكن ستر عورته لكن جلوسه يراه الناس أيضا هذا خلاف السنة الأصل أن لا يراك الناس أبدا طيب يا شيخ هم لن يروا عورتي صحيح لن يروا عورتك لكن يا أخي مجرد كيفية جلوسك ويعني هيئة الجالس لقضاء الحاجة هيئة حقيقة ومستقبحة شرعا فلا ينبغي للإنسان كل من مرمى يعني أحيانا الناس يجماع في سيارته يوقف سيارته وينزل لقضاء حاجته والناس يمر ويضرب على المنبئ يعني غير مناسب أن ينزع الحياة إلى هذه الدرجة من مثل هذا الإنسان كذلك ينبغي حقيقة عند إرادة قضاء الحاجة أن يهتم الإنسان بغير مسألة الإبعاد والاستطار أن يهتم بأداب قضاء الحاجة لعلي أن أقف معكم الآن وقفات يسيرة حول ما يتعلق بقضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم أسير معكم سيرا سريعا على شيء منها عندنا أيها الإخوة والأخوات خمسة آداب لقضاء الحاجة من بين هذه الآداب أولا أن يعتني بالأذكار الشرعية إذا أراد أن يدخل إلى خلائه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يدخل إلى الخلاء فليدخل بيساره وإذا خرج فليخرج بيمينه وهنا قاعدة مفيدة لعلنا نستعرضها على عجل يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إن كل ما كان فيه تكريم يعني تكريم يستعمل فيه اليمنى في البداية واليسرى في النهاية وكل ما كان فيه نزع تكريم فإنه يستعمل فيه اليسرى ثم اليمنى يعني مثلا لو أراد الإنسان أن يلبس ثوبه هذا فيه تكريم يبدأ باليمنى وعند النزع يبدأ باليسرى أراد أن يلبسن عليه فيه تكريم يبدأ باليمنى وعند النزع يبدأ باليسرى أراد أن مثلا أن يدخل إلى الخلاء هذا ليس فيه تكريم فيبدأ باليسرى عند الخروج يخرج باليمنى إنسان أراد أن يدخل إلى المسجد هذا فيه تكريم فإنه عند الدخول يبدأ باليمنى عند الخروج يبدأ باليسرى هذه قاعدة تفيدكم كثيرا حتى عند لبس الخفين مثلا عند لبس الشراب فإنه الجورب فإنه يبدأ باليمين وعند النزع يبدأ باليسار هذه قاعدة ذكرها النووي وهو في الحقيقة قاعدة يعني مفيدة لمن أراد أن يطبق فيها السنة إذا دخل إلى الخلاء دخل مثلا إلى الحمام أراد أن يقضي حاجته فإنه يسن له أيضا عند دخول الخلاء أن يقول الذكر الوارد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأن يقول بسم الله قبل الدخول وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله هذه السنة أنه يقول بسم الله قبل الدخول يقدم رجله اليسرى كما ذكرت وعند الخروج ينبغي أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول غفرانك طيب لماذا يقول غفرانك بعضها العلم قال يقول غفرانك لأنه غفل عن ذكر الله في أثناء جلوسه لقضاء الحاجة فلآن يستغفر طيب الغفل عن ذكر الله يعني ليست محرمة فنقول هو يستغفر منها طيب ما فعل حراما الله عز وجل أمره أن لا يذكره في داخل الخلاء مثلا طيب ما هي العلة الصحيحة العلة الصحيحة هنا أنه لما تخلص من الأذى الحسي الذي هو البول والغائط ناسب أن يطلب الله تعالى أن يخلصه من الأذى المعنوي وهو الأدران المعصية والسيئات وعقوباتها التي تقع في القلب من الأشياء المهمة في أثناء قضاء الحاجة أنه لا ينبغي أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله لو كنت في الجامعة مثلا معك كتاب أو في جيبك مصحف لا يجوز أن تدخل إلى الخلاء بهذا إلا إذا خشيت عليه السرقة لو واحد قال يا جماعة طيب أنا معي كتب لكن ستسرق معي مصحف لكن سأجعله في الخارج سيسرق أو معي أوراق فيه ذكر الله لكن ستسرق إذا كان الأمر كذلك لا بس أن يدخل به لكن إن استطاع أن يبعده عنه أن يضعه مثلا على شيء مرتفع فهو أولى كذلك أثناء قضاء الحاجة لا ينبغي أن يشتغل بذكر الله يعني مثلا لو أنه أذن وأنت تقضي حاجتك فإنه لا ينبغي لك أن تبدأ تردد الله أكبر الله أكبر شهد إلي الله شهد إلي الله يعني أن تردد مع المؤذن طيب هل هذا يعني أنك ما تردد الأذان بل ردد الأذان لكن ردده في داخل نفسك ردده في داخل نفسك دون أن تتلفظ بلسانك كذلك لو أردت أن تتوضأ في داخل الحمام نفرض مثلا أنك قضيت حاجتك ثم أردت أن تتوضأ في داخل الحمام فإن السنة هنا عندما تريد أن تتوضأ أن تقول بسم الله طيب هل تقول بسم الله بلسانك لا في هذا الحال تقول بسم الله في داخل نفسك تسمي في داخل نفسك كذلك من المسائل الهامة عند قضاء الحاجة أو عند إرادة قضاء الحاجة أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غاءط كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم قبل قليل حديث سلمان لما قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول ولا غاءط وكذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين لما قال صلى الله عليه وسلم لهم إذا جلس أحدكم للغاءة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غاءة ولكن شرقوا أو غربوا إذن أمرهم أن يشرقوا في ذلك أو أن يغربوا طيب هل هذا عام داخل المدينة وفي خارجها يعني حتى لو كان الحمام الذي في بيتكم مثلا قد وضع المرحاط لقضاء الحاجة قد وضع جهة القبلة أو وضع ظهره للقبلة هل يجوز أم يجب عليك أثناء قضاء الحاجة أن تنحرف كثير من أهل العلم رخص في البنيان قال إذا كان في البنيان لا بأس أن يستقبلها أو أن يستدبرها أما إذا كان في الفضاء يعني في البر ويستطيع أن يستقبل أو يستدبر كما يريد فلا يجوز له يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها طيب لماذا قلنا يجوز في البنيان قلنا يجوز في البنيان لسبب وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أنه رقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا لقضايا حاجته طبعا لمحة لمحة في فناء بيت من بيوته قال وكان مستقبل الشام مستدبر الكعبة يعني وجه الشمال قبلت وجه الشام وقد استدبر الكعبة فقال ابن عمر مدام النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذن يجوز في البنيان والصحيح أن الإنسان إن استطاع أن يتجنب هذا في البنيان وفي غير فهو أولى حتى يجماعه الذي يبني بيتا الأصل أنه إذا أراد أن يبني بيتا أن يعتني حقيقة بموضع المرحاط يعني ألا يجعله مستقبل القبلة أو ألا يجعله أيضا مستدبرها كذلك ينبغي الحذر عند قضاء الحاجة من أن يصيبه رشاش البول بعض الناس يتبول ويصيبه رشاش البول على ملابسه ويقوم عادي هذا ما يجوز له ينبغي يجب عليه أن يتحرز من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول إن عامة عذاب القبر من البول وهنا مسألة يسأل عنها جمع من الناس كثير من الناس يسألون أحيانا يقول يا شيخ ما هو حكم أن يبول الرجل واقفا هل هذا جائز أم لا؟ الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يبول واقفا بشرط أن يكون هذا المر يعني يأمن أن لا يصيبه شيء مرشاش البول لكن أن يبول واقفا والأرض التي تحته صلبة بحيث أن البول إذا جاء من مرتفع سوف يعني يرتش عليه فهذا لا يجوز أما إذا كان يثق أنه لن يرتش عليه البول فلا بأس في أن يعني يبول وهو قائم الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يبول وهو قائم طبعا كذلك لا ينبغي عند قضاء الحاجة أن يتحدث المرء مع آخر يعني قد يكون شخصان دخل إلى حمام مثلا إلى حمام كبير فيه عدة دورات مياه مثلا فهذا دخل في دورة مياه ليقضي حاجته وهذا في حمام آخر صغير لا يجوز أن يتحدثا حتى لو كان كلام مباح ما يجوز يقول يا فلان إذا خرجنا أين نذهب قال والله فلان عزمنا على الغداء قال لا طيب أنا فلان عزمني قد ما وجدت وقت ما شاء الله لو أنتم تقضون الحاجة فالأصل أيضا أن لا يجوز أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة أما إذا كان يتكلم بشيء محرم فلا وجاء في بعض الحديث أن الله تعالى يمقت يعني يبغض الرجلين يقضيان الحاجة ويتكلمان وهذا حقيقة يدل على سفل وعدم مروءة يعني إنسان يقضي حاجته يسولف حقيقة يدل على سفل وعدم مروءة والإنسان لا بد أن يكون رجلا وأن يبتعد عن مثل هذه المسائل كذلك من الآداب أنه بعد قضاء الحاجة أن يزيل أثر الغاط أو البول إما أن يزيله بالماء أو أن يزيله بالحجار أو إذا لم يستطع أن يزيله بالحجارة أو مكان حجارة يزيله بمنديل أو ورق أو نحو يعني إن من يستعمل ثلاث منديل أو منديل كبير يمسح من ثلاث أماكن يعني يزيل به أثر البول ويزيل به أيضا أثر الغاط إن جمع بين الاستجمار واستعمال الماء فلا بأس لو أنه مسح مثلا بالبول ثم غسل بالماء فلا بأس في ذلك على الصحيح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أهل قباء الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلون ذلك وأنهم نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين هذه صفة التطهر الذي أمر الله عز وجل به وفي الحقيقة قد بقي معي أيضا شيء حول ما يتعلق بالوسواس الذي يصيب بعض الناس أحيانا أثناء التطهر من قضاء الحاجة لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه فلعل الله أن يسر إن شاء الله في حلقة أخرى أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدا وتوفيقا أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر فشرع الله للدنيا ضياء بلا أنوار إلا راح تغمر فمن شاء اقتفا سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر لسلك هدي خير الخلق طروا بعلم ثم فعل غضا كاجر ألا فانقش بما يتبرق قولا بقلبك واتبعه وقل وذكر خذوا عني مناسككم حديث شريف قاله الهادي المطهر